موسيقى لعل صرخة هذا البائع الصادقة تختزل وجع الأكثرية الصاحقة من سكان وأهل مدينة طرابلس عاصمة الشمال وعاصمة لبنان الثانية التي احتلت نشرات الأخبار وارتبط اسمها بأحداث أمنية وعسكرية وإرهابية كيف يعود الاعتدال إليها؟ تطرف منه صناعة لبنانية تطرف صناعة كونية بالتالي ما فينا نجي نقول أنه كيف بتعالج مشكلة بمدينة بتعالج مشكلة ببلد بتعالج مشكلة بامتداد بتعالج مشكلة بمحيط وبعدها بتصير تقدر تحكي كيف تحافظ على الاعتدال والاعتدال منه بدلة من غير وقت اللي بدنا الاعتدال ما فيك تكون أنت قائد وتعطي الناس إشارة على اليمين وفوت على الشمال الاعتدال ما فيك تحكي بالاعتدال بالعلن وتحكي بالطائفية بالسر الاعتدال ما بينخلق إلا بخلق مساحات مشتركة بين اللبنانيين بخلق الوغة مشتركة بين اللبنانيين بإندماجهم أكتر مع محيطهم وبتعطيهم مع بعض على قاعدة المساواة وليس على قاعدة الفوقية والتحدي التطرف الديني والتعصب الطائفي ليسا صناعة طرابلسية هكذا تدافع ابنة طرابلس الدكتورة نهل الشهال عن مدينتها أنا ما بعتقد فيه بطرابلس تطرف ديني أكتر مما فيه بمحلات تانية ومنقدر لو معنا وقت نسبت هيدا شي أنا بعتقد فيه بطرابلس شي تاني يمكن يكون أعلى حدة من مناطق تاني فيه فقر وأهمال وتخلي فيه نسب بطالة صارت كلناس بتعرف أنها هي الأعلى بلبنان وإضافة لهيدا شي فيه خيان يسميهون وسطاء أو متعهدين سواء كانوا سياسيين أدمين ولا سياسيين مستجدين أو حتى مش سياسيين أبدا هنهن عم يستثمروا بهالحالة أو بظواهر حالة عم تطفو على السطح هيدول عم يستثمروا بالمعنى التجاري والمالي للكلمة حتى طرابلسية صار عندهم ثقة كاملة وقناعة راسخة أنه فيه مؤامرة على مدينتهم تمشي بقلب شوارع طرابلس الرئيسية بتحس بحالك بغير بلد ما فيه علاقة مع بقية المدن بلبنان أما عن تاريخ التعايش الإسلامي المسيحي فحكاية أخرى طرابلس من زمينه جي إذا مات مسيحي كانوا يرتلوا بالمساجد تيحزنوا عليه أنه هذا إنسان مع تلهمه وتوفى ويسندوا عائلته بنفس الوقت إذا كمان توفى مسلم كانوا يدقوا أجرس الكنيس كرمال يعزوا فيه مثلا في جامع الشوم بالزهرية من زمان المقدنة تبعته علوة كانت تطل على أصر غريب لوحدهم بلا ما حدا يطلب منهم إخويتنا الإسلام وطوا المقدنة هذه الشغلة منها هيني كمان طرابلس التي كان اسمها وادي الكنائس عرفت بعدد الأديرة والكنائس فيها ومنها كنيسة مارجرجس الأرثوذكسية التي بنيت عام 1878 أي في عهد الأمبراطورية العثمانية فكيف يشعر أهلها المسيحيون اليوم؟ نحن مسيحية ترابلس موجودين هون ولا أحدا تهضنا ولا أحدا زعجنا ما أحدا بيقدر يغير وجه ترابلس كمسيحي بخاف من أعلام سود بترابلس ما أحدا فيه خاف من أعلام سود لأنه هيدا من أعلام داعش هيدا أعلام توحيد لله يعني منطلب منهم نفسهم اللي يحطوا الأعلام يحطوا أعلام لبنانية بدلة تيفرجوا عن انتماء الوطني للبنان جولة في المدينة تظهر بشكل واضح حجم الإهمال اللاحك بها فيما كل مقومات السياحة والازدهار متوفرة فيها الكنائس القديمة والتاريخية المساجد والأحياء الشعبية الحمامات الأثرية وغيرها تجعل المدينة برسم الاستثمار والازدهار فمن يلب النداء؟